تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة كلودي مع رفع الدعم تدريجيا عن البنزين كم سيصبح ثمن صحيفة البنزين اليوم وماذا عن ردود الفعل هل بدأ قطع الطرقات وهل سيستمر أم أنه سيتطور ربما إلى انفجار اجتماعي صباح الخير كاترين بالنسبة إلى سعر صفيحة البنزين سوف يصدر جدول رسمي بهذا السعر ومن المفترض أن ينعقد اليوم اجتماع في وزارة الطاقة ولكن الجدول الرسمي للسعر من المفترض أن يصدر بعد غد الأربعاء ولكن كم سيصبح هذا السعر لن يكون أقل من 65 ألف ليرة لبنانية استنادا إلى مستوردين للبنزين ولكن وسائل التواصل الاجتماعي تضج بأرقام أخرى تصل إلى حوالة 80 ألف ليرة لسعر صفيحة البنزين والمسألة ليست هنا نعلم بأن مادة البنزين تحرق الأسعار الأخرى للمواد الاستهلاكية والغذائية وبدأ الحديث جديا وبشكل رسمي عن اتجاه المحال السوبر ماركت والمجمعات الكبرى بأنها سترفع الأسعار أيضا بشكل رسمي بعد صدور الجدول الجديد بالأسعار هذا الجدول سوف يعني رفعا تدريجيا للدعم عن المحروقات في لبنان وهذا الأمر كان متوقعا منذ حوالي الشهر وبدأ الآن هذا الأسبوع هو أسبوع رفع التدريجي للدعم وسوف يتظهر من خلال هذه الأسعار الجديدة الأمر بدأ ينعكس فوضى وغليانا في الشارع نحن منذ ساعات الصباح بدأنا نرصد تحركات على الأرض في أكثر من منطقة لبنانية بدأ نطرابلس شمال لبنان إلى صيدة بوابة الجنوب إلى أكثر من منطقة في بيروت قسقس الدورة جل الديب هناك تحركات متقطعة لناحية قطع الطرق ولكن الأعداد المحتجين المشاركين هي أعداد محدودة وهذا الأمر يسمح للقوى الأمنية والجيش اللبناني بإعادة فتح الطرق بشكل سريع سوف نترقب إذا ما كان الأمر سيتطور أكثر ولكن مما لا شك فيه أن هناك أحتقانا كبيرا لدى الشعب اللبناني لأن الأسعار التي بدأت تبرز للمواد الغذائية والاستهلاكية وليس فقط منذ اتخاذ قرار رفع سعر صفيحة البنزين هي أسعار خيالية حتى أن كثيرين يقولون أن هذا الغلاء المستشري يعني لا قدرة لكثيرين في لبنان على مواكبته حتى لشراء المواد الأساسية خصوصا من يقبضون رواتبهم بالعملة اللبنانية وبالأمس أعلنت هيئة التنسيق النقابية التي تضم أساتذة في التعليم الرسمي وفي التعليم الخاص أنها ستبدأ الأضراب وهذا يعني أنها لن تبدأ بتحضير العام الدراسي المقبل أيضا موظفو الإدارة العامة في لبنان أعلنوا أنهم سيبدأون أضرابا هذا الأسبوع هذه هي صورة من صور انفجار اجتماعي عصيان مدني عدم قدرة على التحمل فوضى غليان يوصف هنا بأنه الارتطام الكبير هذا ما بدأنا نسجله ونرصده في لبنان مع بداية هذا الأسبوع مراسلة الغد كلودي أبي حنة كنت معنا من بيروت شكرا لك